التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة اللواء حسناد بقاسم رئيس إدار دائرة الاستعمال والتحضير ورئيس الوضع العسكري الجزائري والذي يزور مصر حاليا ضمن فعاليات لجنة التعاون العسكري المصرية الجزائرية تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أفاق التعاون العسكري في العديد من المجالات بين كلا الجانبين وأكد الفريق أسامة عسكر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية بما يعود بالنفع وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين ومن جانبه أشاد رئيس الوفد الجزائري بالجهود التي تبدلها مصر وقواتها المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية مؤكدا حرص بلاده على دعم أفاق التعاون العسكري خلال المرحلة المقبلة